موسيقى 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 النبع ومشاء الله عليها ان تبعات المعدنوس من جهة وتنعطيها العسل تستعملها 100 قرم العسل تنديرها فيها 30 قرم ديال الغيدة ومعالقة صغيرة دحبوا باللقاء تنخلطو وتنخرقو بها ثلاثة دلمرات وفق كل خلقات ديال العسل تنديرو المعدنوس ثلاثة دلمرات تبقى لها ثلاثة ايام مشات في امال الله وحفظه وان شاء الله بالتوفيق الصحيحة والرحة تتكلمنا في البداية وقدنا وشكينينا وصفات اللي كتتعطى باش ان الانسان كي ياخد احتياطاته الاولية بعدها باش ما يتصابش بشي يعني الحساسيات ديال الجلد وشكين شي حاجات اللي قدر يديرها اولا يدهنها يعني بنسبة الناس اللي كتكون عندما الحساسيات ديال الجلد موسمية هنتكلم عن الحساسيات عند الاطفال لبيبي نعم صورت تتصل بين ناس من اوروبا وتيو حلوف الحساسيات ديالولياتهم حساسيات جلدية سينان تكون عندنا ناس داخل داخل المغرب وتبكر الله عليهم تكون رعاية مباركة للاطفال باش ميقوش في الهدى وكتم الحساسيات لزورتكار مثلا سينان تكون احسن 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 علاج للاطفال بالنسبة للحساسيات الجلدية وتنغلي والماء وتنضيف شي بانيون بالنسبة للولدات في انتي عمو وتنخلطهم مع واحد عصير البصلة او جوجة البصلة تنخلطهم وتنغسلهم به لقنا على انه هاد الاسلوب من ارقى اقول من ارقى ما كان في علاج الحساسيات الجلد صغل وكان يولدت اللي تتقي القزيمة تتبدأهم في الشهر الثالث بيبي وتتطول بهم حتى شهر العام الحاضج والعام الثاني عشر وتدلهم اعاقة كبيرة في الحياة اليومية ديالهم ماء والبصل حمام مهم جدا بخصوص لبيبي وما تكبرو حتى شهر الماء والبصل اللي عنده الحساسيات كبير او صغير نتحممو به ولما لا ندروا حمام ونشوفوا في رجلنا في ماء وبصل وهكذا تمكننا انضبطوه لما كثير من الحالات ديال هاد نعمل الحساسيات تتميته بتصغيره وتتكبر ممكن تعطينا انتفاخات غير عادية ولكن احنا من تكون عصر بصر شراب ثم ماء وبصر حمام هنا تنقدروا انضبطوه الجانبين علما انه كل هاد الحساسيات فهي عند علاقة مع تغذيتنا 90% مع منعتنا 90% مع البنية الداخلية تعجزت من 90% كل ما هو علاج خارجي ما هو الا اقل من 10% اذا فتكون عندنا القاعدة في الرأس من تكونوا تنشتغلوا اول شيء تكون عندنا الحساسية نجوعوا ثانيا الماء وبصل والعسل الماء والبصل 13 مرات وهكذا تكونوا في الطريق الصحيح اما تبدو تستعملوا الدهنات اساسا هما بدايتا ونضرب المقلية وضرب الرومي مع الغرب غيرتا نخربقوا وغيرتا نروونوا وغيرتا نضيعوا الوقت وهذا كله غير صالح اذا فالناس اللي عندهم الحساسية وباش حماية بداية اول شيء تتعلموا نشربوا الماء والبصل ثم اندهنوا المرجان يعني ديما المرجان عدنا موجود وتندهنوا به وتنغسلوا به وتنستعملوا استعمال لذا تنصحوا حاليا انه الناس ديما عندهم المرجان لما عندوش عشرين ثلاثين احترب عيني طول في الدر حمق ما عندو عقد بخصوص عندو امراض جلدية وهكذا نتعلموا نستو شوية دهنوا على رسنا على جسمنا ونقرسوا شوية رتاحوا من الساعة ممكن ساعة ولماذا لا نستعملوا جوج 3-4 مرات في النهار وهكذا حماية للجيد مرجان دهن ثم استعمال الماء البصل 3-4 مرات بطريقة صحية نكملوا في اخذ المكالمات نوالة السلام عليكم عليكم السلام عليكم الحمد لله نفس عليك اللهم لك الحمد نبك أستاذ ربك مرحبا مرحبا هذو الناس دلجان وبالناس طانطان مرحبا 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 وخيرت بارك الله ماشاء الله مرحبا مرحبا كنت أقول لك دكتور اسمي سعودة عندي الوليد عندها حبار فقرعين وعندها البرودة في الدم جلاط مرحبا مرحبا نعم هذه الحبارة فق العين وقعنا بحال مشكلات السحفة فق العين هذو كلا حمد لله تتعالج عن طريق الأساعة من جهة ثم تندروا بخار نبقية زياء مع تقترة البصل في العينين وتنسي تعمله عسيرة وتنجيه إليه هذي أساسيات فنحن حاولنا من المدى الدقيقة في العملنا داخل المركز نحطق قواعد عمال بعد 즐قوني الأمراض الجلدية نقول لله ساعة النحل حوال مشكلة الجلدي ثانياً تستعملوا المرجان الدهن ثم متنجوا الناس وتستعملوا العسل مع الغداء المالكات وحبوب اللقاح الدهن مرة في ليه هذه أساسية ثم نباتي مية في مية مع البصل العسل قبل وجبة الأكل إن شاء الله تكون نتائج متميزة وأنا الآن تنتكلم من خلال النجاحات المباشرة في المركز لتحت الإشراف دينا إذا ما تنتكلمش من الكتوبة ولا تنتكلم من كلام الناس ولا تنتكلموا من هذا إذا فاستفدوا من النجاحات المباشرة وأقوى ما كان هما النجاحات المباشرة إذا فبالنسبة لات السيدة هتقرص بالنحل في الجنبات العين وتقطر البصيرة في ثلاثة أربعة مرات في النهار ندير عسيلة في اللي يجي تناس وتستعمل حسب السن ديلها ممكن تستعمل تغذية من مية في المية نباتية مع البصل والعسل تتعيلة خمس مرات في اليوم شاء الله تكون نتائج مباركة أقل من ثلاث أشهر لك دكتور أنا المشكلة اللي ولي عندي هو تشقق في الكف يعني في الكفوف ديالي ومع الجفاف حد سبحان الله العظيم وش هد تشققته وكي يجي من الحساسيات وتشقق طعف في التغذية من جهة أو تناكل الجسم تستفتش بإمتساس ثم استفادة الأخيرة ديال السيميلاسيات ما تتمش إذن فهذا هنا تبع لأنه عنده نقص لفيتامين بي هذا نقص واضح وفعله أن نقصنا نشتغل على الأمعاء فقوية البديلتهم مهم فتعودين نشط عملية الامتساس ولا كان شي ضعف الانتهابات أو عياءات في الأمعاء ثاني يقصنا نقلوا المولبة تنسكيله في النهار حلبة أو قمح ونطفضل الحلبة كثير لأنها مفيدة في النمو وفي التوزل الهرموني وجميلة كذلك في الكمية اللي عندها فتالة فيتامين بي بالأنواع بيدوز بي سيس بينافو هكذا إذن تكون نص كيلو في النار زيت زيتون على الريق بصل عسل مع الماء خمسة إلى ست مرات في اليوم نباتي مئة في المئة مملوع الحيواني لذا ناوة قنارة نامية تستعمل هذه الأسلوب من جهة تغذية صحية والمئة تستعملوا الماء المغلي كيف تكلمنا تناخدوا شهد العسل مئة جرام تنديروا في ثلاثة جرام غداء ماليكات حبوب اللقاح مع عاقة صغيرة تنخلطوهم ومئة تنقصتو بالمرجان تندهنوا ذاك عسيلة ومئة تنجيو الناس ولمالت تتضمرات في اليوم لقينا على أن هذا الأسلوب بهذه الكيفية أقل من ثلاثة أشهر تتكون نجاحات أقل إلا كانت جدية أقل من سبع أسابيع تتكون نجاحات كبيرة جدا إذن فلا بغينا نزيدهن قوي العملية العلاجية تنقصوا بالنحل في الجهة التشققات النحل عنده قدرة خاصة جدا في جمع التشققات تكون تشققات جلدية أو تشققات داخل الأمعاء أو قرحة معيدة إذن في المعيدة أو تكون تشققات حتى في داخل الجسم في أماكين خاصة معينة تمكننا نضبطها التشققات إن شاء الله كان إلسيراسيون تمكننا نجمعها عن طريق النحل السيكاتريزون وهكذا تمكننا نخلي جسمنا نخلي هذه المواد المتميزة أنا أتمنى أن أعطيكم شوية بشوية بميزة سيميلة باش تستفدو وتهضموا العملية ألقينا نرسنا على أنه باب الأسلوب إلى التقييد وتبعنا بطريقة نشطة متميزة ممكنش أننا نربي معه الناش وشافي واحد سبحانه وتعالى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أردت أن أتمنى لك سؤال هو السلام عليكم 47 سنة إذا فهي على الجelais روالي حشيكًا 30 g ملاياتيكًا مع افشيكًا المصرحة 6-7 g وفشيكًا عن الاجلاء ملاياتيكًا في العمله إذا كنت افشيكًا فهي ملاياتيكًا مع المقدار أمام وملاياتيكًا أمامكًا مع روائعة مع كمترخت براية نوم وبدأت من قليل وبدأت من خلصه ونفعل قلعه على المنحن ونفرحل 5-6 مرة وعنقل ‫قلعه في كل شيء من أمامك لسيطرق وبدأت بسرق وبدأت من خلصه على المنحن ونحن نقوم بسرقه ونحن نقوم بسرقه لنحن نقوم بسرقه ونحن نقوم بسرقه فهر يمكن أن يكون قد دائمه في هذه المشكلة التي عاملتها بالعمل في المقرافقة كل ما تشجيد فى الليل ول through عالي عاملت على المدارسية ومانعر وظيفت كل مدودة كانت رمزه ومساعدت ان على السبب المدارسية والله والدكم قد على السبب المقرافة من أجل الـ بالتحالدي من الأجل ما يركز وانا مبيع المدارسية وحتى كما نعم فعلة سكرون لديو لديو في وضع مطاقة ويمكنك ٹ كان لديو لديو كثير من فى عمل خارط من ملاشرة اجعل وفتح اجعله من ا Jerome اجعله من مال حالة مالذبه هذا استعمال الأمر هذه هي استعمال الخصوصة من المادئة على الوقا لحضر التعاف لا يحصل على احسنت كفتح دعويل اجعله مع او رجال يستعمال وضيف opportunity اجعله تماما لحضور مالذبع لحضور مالذبع وضفور مالذبع تقبير وضعها وتعجح وهو إذن موعافات كيف قلت دائمان إلاك الإستعمال حسن وطبعو الوصافة كيف قلتها أستاد وطبعو تلماقادر ديالها أكيد سيكون نجاح الحليف ديالهم نأخذ نجمة من الدار بيدا نجمة أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أعرفك تشبك نسوه لقب الخوي عندو لما لدي ديال الصدفية في ستاته كاملة نعم عندو الصدفية ويمن عندو دسعة سنين وهو عندو هذا المرضى نعم هو الصدفية حاليا الماء والبصل مع العسل سبع مرات مهم جدا نباتي مية في المية من الأفضل ما يطيبش يأكل حاجة ما طيباش خضرا وفوكي عصائز يزيد زيتون على الريق ثم قريس نحل حول البقعة دير الصدفية وخي يكونوا بزاف جنا واحد من بلجيكا ومسكين عشرين سنة دير الصدفية هو مغربي وقهرته عشرين سنة دير المعاناة جاسبك لتبع معنا تلتشهول أولى حماك كالية شهد الخير والتي تأتي كل مرة تبادي شير 3 أو 4 سنة تبلغ كل مرة تأتي تيوصل على 14 مية النحلة في النهر يا سبحان الله ولكن واحد شغاف كبير ودوم يأتي تأتي بيدون دير 20 يتروض المرجان تقدير يأتي تأتي تلاتة لجاب طنوبيل دياله وهكذا أردنا أن هذا الخير الذي تنفذ البلد تستفيد منه الإخوان والجالية التي كانت على سعيد أوروبا وهكذا أردنا أن الناس يتعلموا هنا ويستفدوا منه هنا لأننا نحن مدرسة العالم إن شاء الله تصوروا دبا المرجن تنغسلوا بيجوش ثلاثة أربعة مرات ثلاثة تنحل حول البقعة للصدفية الماء والباصة العساس سبع مرات في اليوم زيت زيتهم على الرقم الماء والنباتية 100% الحمد لله صدفية 3 شهر ما تتبقى ولكن كل شيء يجب أن يغشى و تضطر فيه فإلى غش يبقى فضاره و لا يستعمله فكما قلت في البداية دائما نتبع الوصفة كيف هي ونصبروا شوية ونصبروا شوية